السلام عليكم اهلا بكم مع حلويات واطباق ليمن انتمنى راكم ملاح ان شاء الله الاوفيئة وعنشكركم في كل مكان اينما وجدتم ليمن من بجاية تحييكم اذا اليوم واش نقدم لكم نحب ان شاركم معكم هذا الكيك الكيك العالي جدا الرائع جدا انتمنى اينا الاعجابكم فقط تبعوا الخطوات الممتدئات يقولوا لي بزاش حال ما يطلع ليش هكذا ما يقول ليش هكذا اسفنجي طبعوا فقط الخطوات يعني يجيلك يعني كيك رائع جدا يعني كيك عالي خفيف يعني ما شاء الله ما شاء الله في القهوة تعكم الصباحية والمسائية انتمنى لكم يعني يعني فرجة ممتعة لهنا ليمن تحييكم احترامات وتقدير في كل الولايات هنا في جزائر يعني 48 ولاية في الدول العربية بلد بلد في الدول الاوروبية يعني لما يسونيش يعني دول الاوروبية يعني بلد بلد ما يسونيش شوفوا الكيك عالي جدا انتمنى هاد الكيك يعني هاد الكيك العالي جدا الاسفنجي القطني الهائل والريحة او ما نقول لكم شمع لويزة تيتخون مع قشور الليمون ان شاء الله هنا لاعجبكم شكرا للاوفياء لدخلوا معي الجدود نحييكم شكرا للدعم والاشتراك شكرا لدعموني يعني اللي وقفتوا معي هكذا ان شاء الله فقط دي الحفلات لباشا كده نجمع الساعات فقط انتظروني في الساعات ان شاء الله في الحفلات فقط نحبكم فقط نضموا الى قناتي حلويات واطبق ليمن من فضلكم الدعم والاشتراك شكرا لكم اذا فرجاء ممتعة اروحوا معي نبدأوا طريقة التحذير واشتحتاجوا بكم انجريديان لازنجريديان تعنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم لهنا واش نحتاجوا ستة بيض بيض لازم تنحيها واكدا لازم تنحيها من فغاجتراك مثل البيض جمع إن جاء بارد لازم من زيت من حليب ياحد كس من السكر نضع بالكلف الل 관심 في مستراء نحتاج المقياس لكل المكونات نقصر البيض نحيط البيض نقصر 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 البيض ويت اذا نحضر الانلى بالباطر العveckي واللبيت الع 없다 ثم الغذائي بدت عن طواب العيوهüy مبادرت هذا great يجب أن تشاهد بيض و ليس بيض هناك الكاز في 200 ملتر من السكر الخشن وهناك نقص بعض يجب أن تصبح بيت الدراج لا يجب أن تصبح بيت الدراج كمية حتى نخلص الكمية نضل القليل نضع القليل ولنضوم السكر نكمل كمية السكر نستعمل فقط نفس الكيل نضيف ملانجة الخليط لا يوجد الكيك في الحلويات نضيف ملانجة الخليطة لدينا ملانجة الخليطة ونحن نشارك في الحلويات نضيف ملانجة الخليطة نضيف ملانجة الخليطة الطوع return نضيف ملانجة الاج CP كيك تاني يجيكم تاني ماشاء الله يعني يجيكم بي اسفنجي وبعدنا نديلكم الفيديو ان شاء الله نخصلكم واحد الكيك رائع جدا طبعوني فقط في الحلقات القادمة بحول الله تعالى إذا نكمل النصف يعني البقالي من الزيت والباطيت خيط خبيان بالبطر اذا نروح للمواد الجفة الهنا اه جبت لفاغين تاعي لفاغين بيانسور الهنا عندي حوالي 3 كيسان تاع لفاغين بنفس الكيل الهنا عمرت الكاس الاول نجيب الخليط تاعي بعد ما يعني درت جميع المكونات بيض اللي كامل شوفوا كيفاش رغوة تاعي يعني لازم تبنيك هالخليط الرغوي لهنا لازم نجوزوه في الصفايا باش يعني نتفادو هاد الكوغوموت تعال الفاغين كاين الفاغين نتشرب كاين الفاغين ما تشربش الهنا ندير الكاس الاول وندير الكاس الثاني لازم نجوزوهم في الصفايا في المنخل هذي يعني في كيك تاعنا في جنواس تاعنا لازم الصفايا لهنا نجيب الساشي بتاع البكين باودر الخميرة الكيميائية تعال 10 غرام نجوزها الثاني في الصفايا ولهنا فقط انا نستعمل الباتر لهنا في المحل الاولى فقط نستعمل الباتر وعلاش لانا لخليط ما زال خفيف نستعمل الباتر ومبعد يعني كي بداي يثقان لازم نستعمل فقط لازم باتش التاعي لقدور لكم الطريقة كيفاش سوف ندخل الباتر لازم ندخل كامل كامل لازم 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 يعني آهان تحتاج لفارين كامل و ندخلوها كامل في البلد داخل هنا بيانسور من سيدش يعني قشور الليمون نحبها كامل انا نحب الليمون الاخضر في الحلاوية التاعي في القشور الليمون لوزات ستتخون يعطي واحدة رائحة ما نقولكمش في الحلاوية التاعي انا نحب نقدرش نستغنع عنو في الحلاوية التاعي لوزات ستتخون تاعي ولا كوزين تاعي معمرة بالعني رائحة و حتى الليمون ما نقولكمش اذا ندخل الليمون تاعي في الخليطة شوفوا كيفاش يجي الخليط يعني يجي يعني هكدا يجي شوفوا كيفاش يعني يجي هكدا يجي يعني ماشي خليط خفيف ماشي خليط ثقيل يجي هكدا متجاهنس رايح يعني لثقيل هنا نجيب المول تاعي المول اختاري اي مول اي مول عندك انا في الحقيقة درت جوجت على المول جوجت على الكيكات اذا هنا اه 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 اصورت لكم زوج واحدة يعني نفس يعني نفس الميق يعني نفس الميق يعني الليزان كغير زور مكونات فقط ليمول يعني اه غيرت فقط ليمول اذا هنا نجيبت شوية تاعي نجيبت شوية تاعي للمول تاعي كامل نجيبت شوية تاعي للمول تاعي بشوية تاعي ادقيق شوية تاعي لفاغين ونحاول هكدا نسكبه كامل نغطي المول تاعي كامل هكدا فلا بعد ما يعني غطيت المول تاعي بلفاغين والزيت اذا نجيبت شوية تاعي كامل هكدا الاخري تاعي شوفوا كيفاش يجي يجي ها يجي ماشي ناعم كيفاش قطلكم شوفوا كيفاش يجي هكدا اذا هنا نخبطها بانسوع لازم نخبطوها هكدا بش يعني نعطيو للمول تاعنا يعني المستوى الرائع جدا و الى اللقاء